اشتركوا في القناة فما حقيقة هذا الخبر المتداول وكان قبل يومين قد اكد واحد حللوزيتش مدرب المنتخب المغربي ان قراره بعدم استدعاء حاكم زياش والمدافع نصير مزراوي قصة منتهية بالنسبة اليه وقال حللوزيتش في رده عن سؤال لقناة نوفا تيفي الكرواتية لمعرفة ما اذا كان مستعدا لاستدعاء اللاعبين لخوض نهائيات كأتي العالم المقررة في قطر في الفترة ما بين الواحد والعشرين نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر المقبلين قال اللاعب الذي يرفض التدريب يرفض اللعب يدعي الاصابات بالنسبة اليه قصة منتهية ولهذا طالب المغاربة بضرورة رحيل حللوزيتش من اجل عودة زياش ومزراوي لصفوف المنتخب المغربي ولقد تناقلت قبل قليل بعض المنصات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بخصوص خروج المدرب واحد حللوزيتش في بث مباشر لقناة مغربية يعلن فيه عن تقديم استقالته ومغادرة المغرب نهائيا بعدما قررت الجامعة الملاكية لكرة القدم الصلح مع زياش ومزراوي بعد اقالة وطرد المدرب حللوزيتش لكن لحدود الساعة لم يتم بعد نشر البث المباشر للمدرب حللوزيتش الذي يعلن فيه عن استقالته لهذا ربما يكون الخبر مجرد اشاعة ونحن في انتظار تأكيد صحة هذا الخبر